موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم يا كريم أتكلم إخواني عن مسألة مهمة وهي ذهاب الصبي غير البالغ من دون فرق بين أن يكون مميز أو غير مميز إلى الحج الصبي ذهابه إلى الحج ما هو حكمه أولا ليعلم أنه يجوز للصبي غير البالغ أن يذهب إلى الحج لا إشكال في ذلك بل بعض الفقهاء يذكر أنه يستحب للصبي أن يذهب إلى الحج لكن لو حجة وكانت الحجة جامعة لشرائط وواجبات الحج يعني حجة صحيحة ما عليها أي إشكال هذه الحجة تجزيه عن حجة الإسلام الواجبة أو لا تجزيه؟ الجواب لا تجزيه تعتبر حجة مستحبة ولهذا إذا بلغ يجب عليه عند تحقق شرائط الحج أن يذهب للإتيان بحجة الإسلام إذا من حج صغيرا وهو غير بالغ لا تعتبر حجته هذه هي حجة الإسلام الواجبة لأن أحد شرائط وجوب الحج البلوغ جيد لو أراد أن يذهب الصبي إلى الحج يحج استحبابان هل يشترط إذن الولي؟ أو لا يحتاج إلى إذن الولي؟ هنا المسألة خلافية بين الفقهاء قول من الفقهاء نعم يشترط يشترط إذن الولي عند ذهاب الصبي إلى الحج وهذا رأي سماحة السيد السستاني بعض الفقهاء يقول لا يشترط في صحة حج الصبي وهذا هو رأي السيدين السيد الخوئي والسيد الخمنائي بعضهم يحتاط في ذلك كالشيخ الوحيد مثلا مسألة أخرى وهي إذا أراد الإبن البالغ أن يذهب إلى الحج هل يشترط إذن الولي؟ وإن كان هنا محل خلاف في من هو الولي؟ هل الولي هو من؟ له حق الحضانة؟ كما هو كلمات السيد السستاني مثلا أو الولي من هو واجب النفق أو الولي هو من تجب عليه النفق أو الولي هو من له حق أو من يقوم بالرعاية والحفظ عموما الولد البالغ وليس الصبي هل يشترط حتى يؤدي الحج؟ أو في صحة حجه هذا؟ أن يستأذن من الولي إذن الولي شرط في صحة حجه؟ أو لا يشترط؟ الولد البالغ وليس الصبي كما في المسألة الأولى هنا تفصيل إذا كان الحج واجبا حجة الإسلام الواجبة لا يشترط أما إذا كان الحج مستحبا سوف يذهب من أجل الحج المستحاب هنا لا يعتبر إذن الولي إلا فيما إذا اطمأن أن سفره إلى الحج يستلزم أذية أحد الأبوين مثلا يعني أنا ولدي لما نروح إلى الحج أتأذى هنا يشترط الإذن أما في حالة ما إذا أعلم أنا ما يتأذى أصلا نعم هو ما أود أني أروح إلى الحج لكن أذية ما راح يتأذى لا يشترط الإذن هذا في الحج المستحب أما في الحج الواجب لا يشترط الإذن بل حتى الزوجة الزوجة لا يتوقف حجها على أخذ الإذن من زوجها فيما إذا كان الحج حجا واجبا مسألة في غاية الأهمية وإن كان لا يبتلي بها الكثير في أيام الحج إنما في العمرة نحن نعلم أنه يجوز الإحرام بالنذر قبل الميقات أنا لما أروح إلى عمرة مفردة أقدر أحرم بالنذر من المطار لله علي أن أحرم من هذا المكان لعمرة مفردة قربة لله تعالى بعضهم ياخذ يستحب معه ابن الصغير الصبي غير البالغ وإن كان مميز ويفهم عمره 12-11 سنة لكنه غير بالغ إن هذا الصبي شلون أنت تخليه يحرم بالنذر من شروط صحة النذر البلوغ فغير البالغ لا ينعقد نذره ولهذا يشتبه كثير من الناس هو يحرم بالنذر لأنه بالغ ماكو إشكال أما هذا الصبي كيف يحرم بالنذر إحرامه غير صحيحا لأن نذر الصبي لا ينعقد من شروط صحة عقاد النذر أن يكون النذر بالغا هذا الصغير يقول لله علي أن أحرم يقول لله نذرك خطأ أصلا يعني نذرك لا ينعقد وبالتالي إحرامك غير صحيح وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر